موسيقى بالنسبة للحكومة السورية المطلوب منها شيئين الأول هو أن تقدم المعلومات والبيانات الضرورية لمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية بحسب الاتفاقية الدولية وهذا تم تنفيذه منذ عدة أيام في الأسبوع الماضي لأن المعلومات جاهزة وموسقة الأمر الآخر هو تأمين وصول المفتشين الذين سيأتون من منظمة حضر الأسلحة الكيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وهذا طبعا أيضا لا يجد فيه مشكلة قد يكون هناك عقبة وحيدة وهي عقبة أساسية هي الوضع الأمني في بعض المناطق الذي ربما قد لا يسمح أو يضع بعض العقبات في وجه وصول بعض المفتشين أنا أقصد المناطق التي يوجد فيها مسلحين الذين ربما يريدون عرقلة هذا العمل أي منع وصول المفتشين ونعرض أن هؤلاء الإرهابيون يعملون تحت تحت إمرت دول أخرى ربما تدفع هذه الدول الإرهابيين للقيام بأعمال تعيق وصول المفتشين من أجل اتهام الحكومة السورية بأنها تعرقل تنفيذ الاتفاقية سيد الرئيس كما ذكرت ربما هناك في مشكلة في وضع ميداني فتزول الوضع ميداني داخل السورية العام هل هم سوف يؤجل هذه الوقت مبدئيا المفترض لا لا يوجد أي مشكلة لكن كما قلت إذا كان هناك توجهات من بعض الدول التي تريد أن تطلب من الإرهابيين القيام بأعمال ضد المفتشين من أجل منعهم فالهدف منه اتهام الحكومة السورية وتعلمين بأن الإرهابيون يستطيعوا أن ينتقلوا من مكان لآخر يعني هم ليسوا موجودين في مناطق محددة يبقى هذا احتمال ولكنه حتى الآن هو مجرد احتمال لا نستطيع أن نقدر هذا الشيء إلا عندما جاء المفتشين إلى سوريا سوريا تنتج هذه الأسلحة منذ عقود ومن الطبيع أن يكون هناك كميات كبيرة فنحن دولة في حالة حرب ونحن لدينا أراضي محتلة منذ أكثر من أربعين عاما لكن بكل الأحوال الجيش السوري هيأ نفسه بالأساس يعني للقتال من خلال الأسلحة التقليدية الأسلحة الكيميائية دائما تخزن لدى أي دولة ولدى أي جيش في شروط خاصة من أجل منعي العبث بها من قبل الإرهابيين أو من قبل أي مجموعات أخرى تخريبية قد تكون مجموعات تأتي من دول معادية فلا يجد قلق بالنسبة لهذا الموضوع الأسلحة الكيميائية في سوريا موجودة في مناطق آمنة وفي مواقع آمنة هناك سيطرة كاملة عليها من قبل الجيش العربي السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر